عموماً العمليات دي بقى ايه ممكن يكون لها مضاعفات عشان يبقى قلنا للناس كل حاجة ايه نسب الفشل ونسب النجاح انا داخل عايز نتيجة معينة انت بتديني نسبة قد ايه من نتيجة دي يعني فصلنا الحتة دي ونبي ده مظبوط جداً انا لازم اقعد قبل العملية مع الحالة نشرح كل الديتيلز وهل احنا هنستفيد من الفيزر بس كشفة الدهون ولا احنا محتاجين اجراء شد جراحي ده مهم قوي الشرح طب مهم جداً ان احنا نبقى عارفين فترة العملية هل احنا بنخرج من العملية بننزل تاني يوم الشغل ولا احنا بمر فترة نقاها ودي مهم قوي لو كان فيه تورم التورم ده ممكن ياخد له 6 اسابية لو كان فيه جرح يهمنا ان الجرح ده في خلال 10 تيام اسبوعين بنغير عليه بنفسنا عشان يبقى الجرح ملتائم وما يكونش باين لان من ضمن الحاجات اللي بتسبب ظهور الجروح ان الجرح يحصل فيه تلوس غرس تفتح وبالتالي الاصر الجرح يكون واضح فمن ضمن عوامل نجاح اي عملية جراحية ان الجرح نفسه يكون نضيف عشان ما يكونش بعد كده باين وقدر اتعامل معاه بالليزر طيب النتيجة رافلي احنا بنقول دايماً بعد العملية حوالي 50% بيبان مباشرة لكن 100% بتبان بعد ما التورم والجلد يبدأ ينزل ويطبع على العضلة ودي في الغالب تاخد لها من 6 اسابيع ل 8 اسابيع يعني حوالي شهرين الفترة دي مش قاعد في البيت الفترة دي بيمر فيها ببعض المساج ببعض التدليك بعض استخدام الأدوية جلسات العلاج الطبيعي حاجة اسمها هدلوقتي الليمفاتك مساج ان احنا بنعتمد عن الأوعية الليمفوية لازم يتعملها تنشيط عشان تصير في التورم ده لازم نشرحه قبل العملية عشان ما نفجأش يعني هي خطة علاج بتبدأ من قبل العملية وتستمر كمان بعد العملية بالضبط وبنسترس ان ده لا يغني عن الرياضة وعن النظام الغذائي عشان فيه ناس بساعد بتبقى عندها وهم ان هي انا هعمل عمل عملية دي عشان دي هتمنع ان انا ندخن بعد كده او ان خلاص الدنيا تتصلح فوريفر لا هيكل بالاخبطة هيدخن هيبوص العملية بالضبط وهو ده اللي احنا لازم بنركز عليه لان لو احنا مش هنغير اللايفستايل بتاعنا لا ممكن طبعا الايه انا كنت رسا هسألك يعني هو بيعيش ازاي بعد الحاجات دي وتضمن ان يفضل محتفظ بالنتيجة اللي انت هتهاله العملية مش بتضمن عدم رجوع ولكن عملية بتوصلنا النقطة البداية اللي هنبدأ منها وننطلق منها ولكن الضمان هو ان احنا نحافظ نرجع تاني نزبط الاكل نرجع تاني نلعب رياضة لان من اهم الاسباب اللي وصلتنا لكده هو النظام الغذائي السيء واللايفستايل اللي هو الاعداء وعدم الحركة اللي اللي بيوصلنا لكده ده كان سؤالي كمان اللي جاي هل الحاجات الحتة اللي اشتغلت فيها حضرتك في المريض بتبقى حساسة بتخاف عليها مثلا ان يلعب رياضة معينة تقوم يحصل لها مشكلة يعني هل الحتة دي بتبقى متلصمة كده وعايزة عناية ولا هرجع عيش بيها حياة طبيعية ومارس كل انشطة طبيعية في الغالب هي بتبقى طبيعية يعني لو احنا بنتكلم على شفط الدهون العادي او احنا شد بسيط ده خلاص يعني احنا بنتكلم فيه حوالي ممكن من بعد اسبوعين بنرجع نمارس الرياضة بشكلة امن لو احنا بنعمل شد بطن لدرجات صعبة والبطن مترهلة عشان بنعمل شد للعضلات فالعضلات دي بتلتأم من الداخل فيهمنا ان احنا منبدأش قبل شهر من العملية بعد العملية ان احنا نرجع تاني للرياضة يمشي على الجدور اللي انت بتدهوله يعني ما يخلفوش عشان انت عارف انت شغال في ايه وعملت ايه جوه بالزبط فانت عاوز الحاجة تتحط في البيس كونديشنز في احسن ظروف بالزبط